دايماً موضوعاتك سابقاكي. زي ما بيقولوا صحي كده؟ طبعاً حاجات جميلة مهمة لأنه فعلاً كنت رسا عايزة أقولك أنه إحنا كتير فعلاً بنجرب حاجات وفعلاً فيه كتير من السيدات بجد مهملة في صحتها. ما بتاخدش فيتامينز ولا مكملات غذائية خالص. ويعني دي حقيقة ولو خدت يوم تلاقيها قطع. يعني القصة بتبقى حقيق جد ولا يفظل الظروف الحياتية. أصبح أن ده مش كل الناس بتبقى ماشية بالسيستم مظبوط يعني. صح. وطبعاً مش كلنا بنقدر ناكل أكل صحي. يعني إحنا موجودين بره شوفي حد سأكم. بس ريحة حلوة. أنا لغاية دلوقتي شامل ريوحة بتاعة البصارة والحاجات الحلوة دي. هأكلت كل حاجة أنا عارفة لك. بعد الهواء من أوتره محدش يقرب. طبعاً دي وبساعة نجرب حاجات فعلاً ما تنسبناش. يعني ممكن نكون شوفناها وحد بنزل بها فيديو أو بنزل بها حاجة. بس نقول الله دي جميلة حد لا قدر لا يجربها تحصل له سايدة فكتو تدوله أثار جانبية وحش. صح. تنصحينها بإيه بقى؟ أولينا بقى كلمينها في القصة دي. يعني نعمل إيه للسيتات اللي فاكراً الفيتامينز دي حاجة ترفيهية. وننصحهم بإن إحنا ما نقلتش حد في وصفات معينة. ونعمل إيه عشان نحافظ على بشرتنا وجمالنا. صح. طبعاً كل ست من حقها تبقى حلوة. طبعاً. وكل ست من حقها تبقى جميلة. في جميع الأعمار محدد ما فيش ستات تتفرج عليها تقول الدكتورة دينا بقى بتقول في جميع الأعمار ده أنا مثلاً وصلت للستين هتفضلي زي الأعمار لو مهتمة بنفسك. وصلت للسبعين هتفضلي زي الأعمار لو مهتمة بنفسك. صحيح. البنات اللي في العشرينيات مهتمتش بنفسها هتعجز بدري بدري أوتوماتيك. صحيح. فكل بنت وكل ست من كل الأعمار لازم ترجس جداً في شكلها الخارجي يعني الجمال الخارجي والجمال الداخلي. الاتنين. طيب من أهم الحاجات اللي أنا بنصح بيها الستات. أولاً يناموا فترات كويسة. ما يعتمتوش على يعني التوتر النفسي والضغوط النفسية. يحاولوا أن هم يواجهوها بطريقة بوزيتف عشان الهرمون الدستربانس ما يحصلش أن الكورتزول يعلى. لو الكورتزول عالي هيحصل مشاكل صحية جديرة جداً. إحنا في ضغوط طول الوقت بس بالنسب نتعايش معها. أنا بقول حاجة اللي عندها ضغوط نفسية تحاول تنزل تمشي. أنا ما بقولش إلعابة رياضة عنيفة. المش ده عدو الكورتزول الأول. المش بيطلع لك الطاقة السلبية. مش عايزة تمشي اشتغلي في البيت. دي حاجة. تاني حاجة تشرب ماي كويس قوي. لو فيه سيدات بتدخن تقتلع تماماً على الدخين تحاول بقدر الإمكان صعب. بس نحاول. وتأكل أكل صحي. سوق التغذية دي كارثة. هناكل أكل صحي ونأخذ الفيتامينات والمعادن اليومية المهمة جداً لصحة وشنا. ولصحة شعرنا ولصحة جسمنا. مش بس يعني أنا مش بقول اهتمي بس بمظاهرك الخارجي. أنت لازم تهتمي بوظائف الحيوية بتاعتك وأجازتك من مناعة من حاجات كثيرة جداً. طيب من أهم الفيتامينز أو خليني أتكلم على المكملات الغذائية الموجودة على طول. من أهم وأقوى المكملات الغذائية الدعمة جداً لجمال المرأة. ولصحة المرأة مش جمال بس. جمال وصحة لازم الاثنين مع بعض. هو ELP MultiVit أو ELP MultiVit المرخص أو المسجل في هيئة سلامة الغذاء. ELP MultiVit رائع رائع. ليه بقول كده لأن احنا كستات احنا محتاجين انتيك يومي من مجموعة فيتامينات مختلفة. طبعاً ده شكل العلبة اللي أنا بنصح بيها كل الستات الحلوة اللي بتتفرج عليها. وكل البنات الحلوة اللي بتتفرج عليها. والسيدات الأوفر فورتي مهم لهم جداً. آه الفوق الأربعين. طبعاً. ELP MultiVit لو سمحتوا صوروا العلبة احنا موجودين في معظم السيدليات طبعاً سلسلة السيدلات كبيرة. كبيرة كبيرة أمش عرف أقول اسمها. تمام. السلسلة السيدلات دي موجودة في كل محافظات مصر بلا استثناء. طبعاً هنا على الشاشة احنا شايفين كل الفيتامينات والمعادن. أولاً الزنك مهم قوي للست مهم الزنك في ايه مهم الزنك للشعر والبشرة وخلايا الدم والضوافر أي حاجة بتتجدد شوفنا كمان فيتامين بي كومبليكس مهم جداً فيتامين بي ليها للتمثيل الغذائي والسرعة الايد ومهم ليها للوجه يمكن ناس كتير مش عارفة ان فيتامين بي بيعمل ترتيب عالي جداً للبشرة ومهم لصحة أعصابها الله ومهم لصحة المخ فيتامين بي. طبعاً عندي مضادات أكسادة هيلة زي ايه لو هكلم على أقوى مضادة أكسادة في العالم هو فيتامين ايه فيتامين ها طبعاً فيتامين ها رائع رائع. كانوا زمان بيعملوا ايه وايه مع بعض صحيح البه واحدة صحيح. دلوقتي انفصل انفصل. ده أنا عندي دلوقتي فيتامين ايه مهم قوي بس لازم اعرف يعني يقول لي ايه انا محتاجة اخد البا مالتي فيت ممكن اخذه على طول ولا اعمل تست الدم. ففيتامين ايه مهم جداً بس لازم لابعارفيني الاول ان هو ناقص. لكن البا مالتي فيت مش محتاج ان انا اعمل تست للفيتامين لان واتر صوليبل. فيتامين ايه فات صوليبل. وشوفنا على الشاشة مميزات هذا المكامل الغذائي الرائع من انه اعلى تركيز في الزنك. ده اللي بيميزه انت بتكلمي انه بتميز عن غيره. اعلى تركيز في الزنك. الاقوى كان مضاد اكسادة او من اقوى مضادات الاكسادة اللي احتواء على فيتامين اي وفايتامين سي. اللي اتنين دول مضادين اكسادة وكمان فيتامين سي مناعة رهيبة. فيتامين بي موجود اللي بيميزه ان عائلة الفاميلي كلها. عائلة فيتامين بي كلها موجودة. ايه برضو دي على فكرة حاجة برضو جميلة جدا لانه عادة ما بيبقاش موجود كل المجموعة. طبعا. فأي مكمل غذائي. انا عندي داخل البا مولتي فيت. الستات بقولهم فوليك اسد. الستات اللي بتفكر تحمل فوليك اسد موجود داخل البا مولتي فيت. بقول لي الستات انا عندي الكوبالامين داخل البا مولتي فيت. اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء. مهم ان انا دعم دمي. مهم ان انا يعني اعرف ان دمي موجود. يعني ان الدم ده من اهم الحاجات للبقاء البشرية. فلازم ادعم دمي. انا عندي الكوبالامين بيدعم برضو كرات الدم الحمراء. زي ما شايفين يدعم الطاقة والمناعة مع بعض. موجود فيه زنك ونحاس. لازم الزنك اللي يمكن يشتغل من غير نحاس. موجود فيه الستات اللي بتتفرج البيوتين موجود داخل البا مولتي فيت. البا مولتي فيت فيه بايوتين. البيوتين احنا عارفين قد اين مهم للشعر. ومهم للبشرة كمان ومهم للضوافر. وهو فيتومين بي 7. موجود بقول لستات موجود كالسيوم. طبعا احنا كالستات محتاجين الكالسيوم. ده على طول. الكالسيوم لازم انتك يومي. يا طبعا انتك يومي. كل يوم? لا لازم اطمن ان انا بيدخلي الف ميلي جرام كالسيوم. يوميا. طبعا بعد الاربعين. طبعا ده محتاج يعني يركز في الحتة دي شوي. الحامل محتاج 1200 ميلي جرام كالسيوم. اه عشان اوكي ماشي. ألب مالتي فيت داعم جدا. دخلوا كالسيوم 70. 70 ميلي جرام. يعني مش مؤذي برضو يا ده. عشان كده بطمن السيطات التي تتفرض. ان انا بقول على ألب مالتي فيت. تسديلي روتين. يقولوا ايه ده. في ناس طبعا احنا للوقت الناس كلها مصقفة وفاهمة. طبعا. كالسيوم اخد كالسيوم لونج ترن او وقت طويل انه ممكن يترصب. انا بقول لكم الكالسيوم موجود 70 70 ميلي جرام. which is very fine. ده انا دعم كمان بالألبان او البيض او الحاجات اللي فيها كالسيوم. هو ده ألب مالتي فيت. فأنا برشح ألب مالتي فيت لكل الستات. أكيد كمان رجال. بس احنا النهاردة مخصصين الحلقة للستات. فبداعم ألف مالتي فيت المرخص. هرجع الثاني يقول مرخص من هيئة سلامة الغذاء. ده يدي أمان لكل الناس. ما هو لو مش أمان مش هينزل في الصيدليات. أبدا. لا يمكن ينزل في الصيدليات. وزي ما قلت الصيدليات عزيمة. احنا موجودين في الصيدليات. واللي مش قادر ينزل الصيدليات دنيا حرة. مش عارفة أي. تقدروا تطلبوه عن طريق الرقم لزارع الشاشة. بيوصل لحد باب البيت في أي محافظة أيا كانت في مصر. والسعر اقتصادي. احنا تكلمنا قبل كده. والسعر حضراتكم يجب تعرفوا السعر. اقتصادي جدا. وبجد في متناول إن شاء الله الجميع.